لكن انا هنوى عنها بس يعني سمعنا اليومين اللي فاتوا وإحنا كلنا مشغولين في حاجات كتير خصوصا المنتخب الناس تقولك ايه الاهلي ليه بياخد رعاية كبيرة وليه بياخد مقابل مادي كبير من الباث هو دبعا الكلام معروف ليه هو عايز يهيجي الجماهير وخلاص حضرتك لو مش عارف ليه تبقى مصيبة ولو عارف تبقى المصيبة أعظم وبتتكلم حضرتك اقولك بقى افنطلك القيمة السوقية للنادي الاهلي كبيرة جدا 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 وقرب واحد لها بعيد عنها بمراحل خلينا بقى خلينا نتكلم شوية بنظرة تانية خالص طيب حضرتك لو انت مش عارف الكلام ده يبقى اكيد اكيد دخلت المجال الرياضي غلط او نزلت مثلا عليه ببرشوت اكيد ما انت ملكش عشان تتكلم بالاسلوب ده وبالشكل ده عن ليه النادي الاهلي يبقى انت ما تعرفش حاجة يبقى انت جاهل ومكانك اللي انت فيه ده غلط جاي تاخد شو عايز بس تسوى لعملك الخاصة انت راجل اعمال عايز تسوى بس لعملك الخاصة هو حضرتك لو ليك اصلا في الرياضة مش هتقول ليه مش هتقول ليه الاهلي بياخد مقابل مادي اكبر من غيره من الاندية المصرية ما احترامي الجميع الاندية المصرية انا بحترم جميع الاندية المصرية سواء صغيرة او كبيرة جماهرية او اندية مؤسسات وشركات ودايما النادي الاهلي الاخ الاكبر لكل الاندية نقف هنا بس عشان انا مش عايز اتكلم كلام وناس يقول لك اه هو انت عشان بتنتمي النادي الاهلي لا طول عمرنا كده حتى لما كنا احنا في نوادي صغيرة بنبص للنادي الاهلي ده النادي الاهلي ده الكبير النادي الاهلي ده الكبير دايما اللي كل الاندية بتبصله اللي كل الاندية المفروض ولو أن أنا يعني عشان بنتمي النادي الأهلي ما أقولش كده ولكن المفروض الأندية تشوف النادي الأهلي بينجح إزاي وتعمل زيه تشوف النادي الأهلي بينجح إزاي وتعمل زيه حضرتك بقى لما تيجي بتقارن بين النادي الأهلي والأندي الأخرى ما احترامي الجميع الأندية فيه بطلاط إنجازات تاريخ علامة تجارية مش مجرد بس مستوى محلي ما تكلمش عن المستوى المحلي والدوري والكياس لا ده حتى لما نيجي نتكلم على مستوى القاري أو العالمي حتى لما نيجي نتكلم عن مستوى القاري أو العالمي حضرتك السؤال ليك أي منافسة في بطلاط قارية أو عالمية لاختيار الأفضل هتلاقي دايما الندي الأهلي متواجد مش متواجد كده كمان عشان يبقى في الصورة وبس لا متواجد وبقوة كمان لو عملت استفتاء عدريتك على شعبية الأندية اللي في مصر وفي إفريقيا والشرق الأوسط مش هتلاقي منافس النادي الأهلي آه ممكن تلاقي منافس بس الفرق كبير جدا تلاقي النادي الأهلي كده واللي بعده كده شوف الفرق كده إيه يبقى الوضع الطبيعي إن لازم يكون النادي الأهلي هو الأفضل الوضع الطبيعي إن لازم يكون النادي الأهلي هو أكثر كيمة تسوقية اللي نعرفه دايما إن رئيس أي نادي هو اللي مسؤول اللي مسؤول عن توفر موارد للنادي وده اللي احنا نعرفه هو المسؤول عن حاجات كثير بس أنا حاخد نقطة واحدة بس توفير موارد للنادي ساعدتك مسؤول كرئيس نادي ساعدتك مسؤول عندك حلول ما عندك سوحلول تجيب ناس تشوف طريقة تجيب بها موارد للنادي بس ما ترميش حاجات أو تتهم النادي الأهلي اتهامات هو بعيد عنها خالص خالص لأن النادي الأهلي هيبقى دائما هو النادي الأهلي أنت مسؤول عن توفير موارد لناديك أنت عايز تعمل مش تعمل أنت لسه جاي فعايز تعمل حاجة لناديك حاجة لناديك بتبتدي أنك تهاجم من نادي الأهلي عشان الناس تتكلم عنك لا إبقى أنت فعلا زي ما بيقولوا كده جد ببرشوت ما تستحقش تكون موجود في المكان اللي أنت فيه مش موما حضرتك أنك تهاجم من نادي الأهلي للنادي الأهلي كبير جدا 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 لكن لو حضرتك فاكر أن مهاجمة النادي الأهلي يديه بطولة قدام جمهور ناديك تبقى بطران على حسن خسران أيوة طبعا فعلا خسران لأن الأهلي لو ما بدأ بيحترم المنافسين وهو لما بيحترمه المنافسين كمان بيبدلوه الاحترام لأنه ماشي في طريقه مش بيوصل لهجوم حضرتك أو بيبص أنه هو يهاجم حد تاني لا في النهاية عايز إيمة تسويقية زي الأهلي اعمل زي الأهلي اعمل زي الأهلي مع احترامنا مرة أخرى لجميع الأندية لجميع الأندية هاد بطولاتك وإنجازاتك وقرب من النادي الأهلي وبعدين بقى تكلم عن النادي الأهلي مش مجرد كلام في الإعلام لتضليل الجماهير والرأي العام تعالوا بقى نروح ليه ترجمة نانسي قنقر